خصصت وزارة الصحة 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار لإجراء الفحوصات الإكلينكية والفحوصات الجينية والبيولوجية الجزائية ضمن تشخيص وتقييم الحالة أضافت الوزارة أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة بالأضافة إلى طرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها